بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسالين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين دائما في ضل البناء الجمهورية الجديدة للسيد الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله القائد الأعلى للقوة المسلحة وزير الدفاع الوطني جمعة مباركة للجامعة هذه رسالة مني وتوضيح لخوتي مستوبي الجيش الوطني الشعبي محاربي العشرية السوداء فترة 92-2011 وتوضيح لمنصور سابق حبيت انفهمكم يا خوتي مستوبي الجيش الوطني الشعبي محاربي العشرية أنه لازمكم قرار سياسي لماذا لازمكم قرار سياسي قرار سياسي وهو اللي يحدد كما قلناكم يحدد الفترة وهي فترة الطوارئ فترة العشرية السوداء 90-2011 هذه الناس اللي خدموا هذه المرحلة هم اللي معنيين بالتسوية والحقوق دائما وفق قانون المصالح الوطنية قانون المصالح الوطنية هو اللي يلزم أنكم تدوا حقكم هذا الشيء اللي حبيتم بين الخوتي أنه يحدد الفئات الفئات اللي هذا قانون المصالح قرار سياسي هو اللي يحدد الفئات يحدد الشيء اللي يحقق يعطيه لك كان يقول لك قرار سياسي رئيس الجمهورية وكذا 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 لا نعم سيد رئيس الجمهورية رهب عاكم يقول لك بيينني يتاو أنني سوي ملف مشتوبين زيش الوطني الشعبي لكن للسؤال حبيت انسق سيخاوتي عليه كيش منهار واحد في العهدة هذه تعسيد رئيس الجمهورية كش منها شفتو نائب برلاماني يتكلم على ملف المشتوبين كش مواعق كم يقول لك نائب أو كتلة برلامانية أو أحزاب اتكلمت على ملف المشتوبين في البرلامان وفي مجلس الأمة هذه هي الأمور اللي تخلي كم يقول لك اللي يسموها بالقرار السياسي أنه رسالة تعكم يوصلوها قلناكم ونعاودوها يكون سبعين خطرة أنه كل ملفاتكم راهي مدروسة وواجدة وكيما يقول لك ومحدة بإذن الله يلزمهم قرار سياسي قرار سياسي وهي كتل البرلامان والأحزاب والنواب في مجلس الأمة ومجلس الشعب الوطني يطرحوا الفكرة لما يكون هذا كيما يقول لك يتكلموا عليكم في كل خطرة كل خطرة في خطرة يدرج لهذا ويخرج القرار السياسي يتكلموا بإذن الله يجب أن يكون قرار سياسي لأنه رانا نشوفو فيها ونعاودوها الشي اللي خلانا نكتبوه أنه الناس أو شابيبا يا أخوتي ما زيقا ما رحش جاجها لسا رح يدفع في الدوسي تعلم جاجها قال لهم نروح نخدم عام وننتش طبر ونخلص كما أخوتي رح يدير كما أنت يكونوا فيها يديروا تنسيقية وبعدين يسكروا في البلاد وهي الدأو ومدى وحقهم لا والله القرار السياسي هو اللي يحدد المرحلة هو اللي يحدد المرحلة لا مرحلة الطوارئ 92 2011 هذو الناس اللي تدعقها هذا هو اللي ملزمين بقرار السياسي كيف ما نعارش تخاوتي في البرلمان نائب والله أي واحد تتكلم عليكم لا مكاش قال اللي يطرح المشكلتاكم كيف رأيكون كذا هو كما قلنا هايكم أنه القرار السياسي هو اللي يحدد الفئة الناس اللي خدمة مرحلة الطوارئ خاوتي يحاولوا تفهموا أنه هذا الشي أنه قانون دي من عاودوا قانون المصالحة الوطنية هو اللي يعطى لهم حقهم هو اللي يعطيكم حقهم كما أعطى لخاوتيكم المعادة استدعاؤهم أنتم وذان يعطيكم حقهم هذا الشي اللي حبي تنفهموا فيكم هذه رسالة للناس اللي مثلا كما أقول لك دخلت منه كما أقول لك ما بعد 2011 ما بعد المرحلة الطوارئ كما أقول لك وتشطبوا خدموا المحاربين ما هم ش حاسدينكم القانون المصالحة ينتهي في 2011 معناها اللي تخلم وراء 2011 والتشطب ما هو ش معني وخاوتكم المشطوبين اللي خدموا ملحلة الطوارئ ما هم ش حاسدينكم القانون هو اللي ما أعطيكمش كذلك رأنا لأقول لكم قرار سياسي لأنكم في بعضاكم يا المشطوبين كل واحد رأي يضربك على الفئة تعو صدقوني على رأي واحد من هاك رأي كل واحد فيكم يا مشطوبين الجيش الوطني الشعبي كل واحد رأي يضرب على الفئة تعو شاف روحه تعني نهاية العقد يضربك على جمعة نهاية العقد لا ما تحسدوش بعضاكم وما تتبعوش بعضاكم لأنه قلت لكم القانون والقرار السياسي والله هو اللي حدد الفئة اللي تخلص اللي تدي حقها والفئة اللي ما تديش حقها نتمنى أن رسالتي كذا أما غير قرار سياسي والله هيتباتوا والله تقعدوا والله تديروا واش حبيتوا رانينا نصح فيكم لأنه مشكلكم ما يبقى إلا الميلف تاعكم بها ما يبقاش مشكل لما هو قادم الدولة قلنا لكم ذاكية الدولة رات خمع مليح الدولة رات سيحها قوانين هنا كما قلنا لكم أنه حتى المعاد استدعاؤهم القرار السياسي والإعطاء لهم حقهم والله ما يتنح لهم حقهم مهما أسرع إلا ثاني بقرار سياسي آخر لازم كحاجة تكون قانونية وكما يقول لك تبقى ما تبقاش من بعد مشكلة لمن وراءكم راني نشوفوا فيها في بعضاكم كل واحد راي يضرب الفئة تاعه صدقوني سبب الخلاف أنه كل واحد راي يضرب الفئة تاعه يقول لك أن الفئة تاعي تدي حقها هذا ولا المشكلة صاري بيناتكم الناس اللي كما قلنا لك دخلت من بعد 2011 وتشطبت ثاني راي معاكم بتضرب ثاني لحقها حتى وراء عارفين بللي والله ما يجي حقهم لأنهم مدخدموش مرحلة الطوارئ والقانون قلت لك القانون المصالحة الوطنية هو اللي حدد أنه جمع لخدمة مرحلة الطوارئ المشطوبين هم اللي يدعو حقهم نتمنى أنه رسالتي وصلتكم نتمنى أنكم تفهموني نتمنى أنه الشي لكم تديروا فيه قال كل شي والله يولو لازمكم أنكم كما يقول لك تضيقوها لهذه الأحزاب هذي اللي مكيش واحد درع اللي كم مكيش واحد يقول كلمة في البرلمان أنت تقول كلمة الأخر يقول كلمة يقول كلمة يقول كلمة أول ميلف تاعكم يدرج ضمن المسادقة والمناقشة في البرلمان أنها ليتضرب كل شي روشت قال الفئة الفلانية اعتلها روشت الفئة الفلانية روشت وستهيدوا روشت كل شي روشت نتمنى أنكم تفهمون رسالتها أنه القرار السياسي والله هو الواحد اللي رام عطر لكم الميلف تاعكم راكم خاوتنا راكم ما خدمتم معانا كما يقول كل واحد بالعربية رام ملح بيناتنا تعبنا مع بعضنا أشقينا مع بعضنا والله غيراني نقول لكم عاجودان شاف والله يا حقكم قبل حق أنا را عندي الكاتوز را شوية ساطرتني راني ديما نقولها ناقص بصاح ساطرتني تمرة ما عندكم والو قال لي رحم مغبون إن شاء الله بربي أنها تكون رسالة لأحزاب هذين اللي راها كما يقول لك العلا رو عندك راك نائب في البرلمان يا أخوية أو رئيس كوتلا أو رئيس حزب أطرح المشكلة أقول لك جبنا حقنا أطرح لهم المشكلة المشطوبين كل يوم يتكلم نائبه ذيك وهي إن شاء الله بربي رسالة وصلت نتمنى والخير قلنا لكم أن الجزائر هذه دولة القانون يسيرها القوانين ماش حتى رئيس الجمهورية ما يقدرش يتقل قرار وركم شدتها مقبل مع البطالين مع ذيك مع الآخرين كل واحد إلا في البرلمان لما صادق البرلمان وطرح المشكلة في البرلمان لما جاءت الأخرى وجاءهم الخير ثم ثاني إن شاء الله بربي كم يقول لك لا أراني يقول لكم كما أك ضق حديثكم أو كلاكم لازم يكون موجه لكل النواب للمجلس الشعبي الوطني ولمجلس الأمة وللأحجاب أنها هي تبادر بهذا الميل فتاكم يطرح ويكون قرار سياسي شجاع وإن شاء الله تدو حقكم في أقرب الآجل ربي وفقنا للخير اللهم أني بلغت فأشهد اللهم أني بلغت فأشهد المجد والخلود لشهدائنا الأبرار تحية الجزائر تحية الجزائر الله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته